هل يمكن أن يكون هذا الهاتف المتوسط الجديد من شاومي واللي هو هاتف الشاومي 14T المليان بالمواصفات هو الهاتف اللي تبحث عنه؟ معاكم مندر العلي وهذه معاينة هاتف الشاومي 14T بمعالج جديد وتخزين أسرع وكاميرا سيلفي جديدة مع تصميم جديد مسطح يخلي هذا الهاتف جدير بالاهتمام والتصميم المربع الجديد للهاتف مع بروز الكاميرا أشوف أنه جميل جدا مع خلفية وهيكل من البلاستيك بلون موحد أسود مطفي مضاد للبصمات ما راح يعطيك شعور أبدا بأن هذا الهاتف مصنوع من البلاستيك ويقدم الشاومي 14T مقاوما للماء والغبار بمعيار IP68 كما في الإصدار السابق وشاشة الجهاز هي بمقاس 6.6 بوصة من نوع OLED بدقة 1220P مع معدل تحديث 144 هيرتز تكييفية وحماية Gorilla Glass 5 وتقدم الشاشة حدة صورة ممتازة مع دعم ألوان 12 بيت ودعم HDR10 Plus وفيديو Dolby Vision أما من ناحية سطوع الشاشة فعندنا نمط أشعة الشمس اللي يخليك تقدر توصل إلى أعلى مستوى السطوع واللي يوصل إلى 800 نت أما بالوضع التلقائي فرح يوصل إلى 1300 نت والمعلن في المواصفات الرسمية أنه مستوى السطوع في هذا الهاتف رح يوصل إلى 4000 نت فهذا يعني أن الشاشة رح تكون دائما واضحة الشاومي 14T فيه مكبرين استيريو مع دعم Dolby Atmos وتقدم أداء صوتي ممتاز مع يقاع متوازن ويتوفر أسفل الشاشة قارئ بصمة يعمل بشكل سريع ودقيق أما التخزين فهو 256 جيجا بايت غير قابل للزيادة من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة بساعة 12 جيجا بايت واجهة الهاتف هي الـ HyperOS المبنية على الأندرويد 14 واللي يتقدم أداء سلس وتحسينات مستخدم كثيرة وتعد شاومي بتوفير أربع تحديثات نظام مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية يعمل الهاتف 14T بشريحة ميديا تكتا من ستي 8300 ألترا تقدم أداء ممتاز للنظام والألعاب مع تقديم أداء حلالي مستقر والبطارية عندنا هنا بقدرة 5000 ميلي أمبير تقدم أداء جيد يصمد ليوم كمل مع الاستخدام العادي أو ما يقارب 11 ساعة ونص عمل متواصل ومع الشاحن السريع بقدرة 67 واط راح يتم الشاحن خلال 45 دقيقة فقط أما الكاميرات الأساسية تجتمل عدسة بقدرة 50 ميجا بيكسل بفتحة F1.7 وثانية 50 ميجا بيكسل للتقريب بقدرة 2X وبفتحة عدسة F1.9 والثالثة عدسة واسعة بقدرة 12 ميجا بيكسل وفتحة F2.2 والصور بالعدسة الرئيسة بتفاصيل ممتازة مع ألوان حية وتباين ومدى ديناميكي واسع والصور الليلية تقدم تواصيل ممتازة وحدة وتوازن ما بين التباين والظلال وعدسة تقريب تقدم مدى مماثل للعدسة الرئيسة بالإضافة إلى تقديم تقريب 2X حقيقي مع تقريب 4X إضافة تم الاقتطاع فيه من الصورة والتصوير الليل يشوف أنه ممتاز أيضا في هذه العدسة ونفس ما ذكرنا بالنسبة للعدسة الرئيسة أما العدسة الواسعة تقدم مدى ديناميكي أقل بالأداء بالإضافة إلى الحدة لكن بالنسبة لعدسة واسعة تعتبر الجودة جيدة ولما ننتقل لكاميرا السيلفي بقدرة 32 ميجا بيكسل وفتحة F2.0 نشوف أنها تقدم جودة صور جميلة لكن بحدة شوي أقل مع ألوان أبرد شوي وراح أخصص إذا حبيته بإذن الله فيديو مخصص لأداء الكاميرات وأداء التصوير بهذا الهاتف فاكتبونا في التعليقات إذا كان هذا الشيء مهتمين فيه ولا لا هاتف شاومي 14T هاتف متوسط من الفئة العليا يقدم شاشة ممتازة مع نظام صوتي ومعالج ممتاز وأداء تصوير ممتاز لكن عمر البطارية أقل شوي من الأجهزة المنافسة له في فئته وسعر هاتف الشاومي 14T هو 1699 ريال سعودي أو ما يعدلها بالعملات الأخرى وطبعا هذا السعر فقط للسوق السعودي شكرا